عندك القدرة على اتخاذ القرارات ده اشوف من بعد ازمات ما ريت بيها بالسابق صارت عندك نوع من القوة انت بالفترة الحالية من استعيذ قوتك وهذا الشي بخليك تحاول تسيطر على كل الامور اللي موجودة حاليا بحياتك البعض منكم ممكن يكون بالفترة الحالية اكون موضوع اسر شاغلة او اكون تأثير من شخص كبير بالعائلة ممكن يكون طاقة اب متسلط او طاقة ام هذا الشخص الكبير بسن قاعد يحاول يفرض سيطرت عليكم اوفد سلطة معينة ده يحاول انه يفرضها عليكم بالفترة هاي او الفترة الجاية راح يكون سيطرة هذا الشخص الموجود بحياتكم كبيرة راح يكون الى تأثير بالفترة الجاية او خلال هاي الاسبوعين ممكن تنتطاق تلحد نهاية الشهر بس ده اشوف انه انتوا طاقتكم بصورة عامة حلوة عدكم قوة بهاي الفترة عدكم اتخاذ للقرارات واكو موضوع مسيطر عليكم اكو عدكم نجاح اكو عدكم تصميم على موضوع معين انتوا تردون تنتصرون بممكن يكون هذا الموضوع موضوع عاطفي او ممكن حتى يكون موضوع عملي اذا اشوفوا بهاي الفترة انتوا ده تحاولون وتركيزكم كله على اساس هذا الموضوع ده تحاولون تسيطرون على موقف معين او وضع معين موجود بحياتكم بهاي الفترة بدون ما تضمون يعني انتوا مضطرين انه تتخذون قرار بس هذا القرار راح يكون صعب والقرار لازم اكو طرف من الاطراف تتأثر بيه ناطر عهم عندي ورقة عائلة ممكن تكونون يعني هذا القرار اللي لازم تتخذونه قرار يخص العائلة بصورة عامة او ممكن يخص وضعكم انتوا او شخص من العائلة موجود يعني ابطاقتك بالفترة الحالية شخص من محيطك وطاقته مأثرة بيه كواية ممكن يكون ايب ممكن يكون او ممكن يكون اخ اكبر فاللي ده اشوفه انه طاقتك العامة بالفترة الحالية هو اكو وضع ده تحاول تسيطر عليه باقصى ما عندك من قوة ده تحاول تسيطر على هذا الوضع بالفترة الحالية يتقدم بيك حتى ما بدون ما اتأثر على الناس اللي موجودة بمحيطك او بدون ما تظلم احد بالقرار اللي راح تتخذه انت الان بجلسة اتخاذ القرار ده تحاول تتخذ قرار بس القرار يكون عادل وما بيظلم التحدي اساسا اللي قدامك هو الاتزان ونفس الوقت اعطاء الحق لصاحبة انت ما تريد تظلم شخص وياك بهذا القرار اللي راح تتخذه فحتى التحدي اللي قدامك طلع لي انه انت تستعيد توازنك تحاول توازن الامور تحاول تتفائل بالفترة الجاية يكون عندك صبر لان عندك طاقة تسرع بهاي الفترة وطاقة عناد وطاقة تسلط ويعني طاقتك نارية كلش رغم انه انت برج ترابي وبرج هادئ من اهدئ الابراج هو برج العذراء ولكن طاقتك بالفترة الحالية اا صايرة طاقة نارية او ممكن يكون هذا الشخص اللي انت ده تفكر او تحاول تتخذ القرار بشأنه هو شخص برج ناري خاصة ده تشان برج القوسطة اللي عندي واضح وبرج الحمل ايضا موجود فممكن انت تكون قاعد تفكر بشخص طاقة نارية وهو اللي مسيطر عليك بالفترة الحالية ده اشوف ده تفكر انه تتخذ خطوة انت ناوي تتخذ القطوة او تقرر القرار سواء كان هذا القرار ممكن يكون عاطفي او ممكن يكون مادية لان هسه ده اقرى الطاقة العامة مدى اقرى بصورة محددة على العاطفة او العمل هاي الطاقة العامة اللي ممكن تسيطر عليك هذا الشهر فاللي ده اشوفه انه امورك بداية هذا الشهر من بدت وهسه شوية راح يكون بها نوع من الصرامة القوة بس تبدأ شوية الامور تتوازن وتتحسن بالفترة الجاية من يعني نهاية هذا الشهر بكل الاحوال ده اشوف امورك زينة يعني ماكو شي ممكن يعكر مزاجك بهاي الفترة على الصعيد العملي امورك ده اشوفها كلش تمام كلش حلوة ممكن البعض من عندكم منتظر مبلغ مالي هذا المبلغ المالي راح يجي فجأة مبلغ مالي راح تفرح به هواية اكو مبلغ مالي راح يجيك مثل المساعدة من شخص او يعني رزق رب العالمين كاتب لك يا وراح يجيك فجأة انت ما بتوقعه نفس الوقت لبعض من عندكم ده اشوف الناس اللي عندها شغل اساسا يعني اا اكو ترقية بالعمل انت منتظرها بس الشخص اللي مؤخرها عليك شخص مسؤول اكبر من عندك صار لفترة يأجي لبهاي الترقية او انت ده تحسن ان هذا الشخص شوية قراراته اا ظالمة بالنسبة لك الهسبب انت قاعد يتدور على العدالة فممكن البعض منكم هذا الوضع يكون مادي ممكن الشخص اللي موجودوا ياك بالدوام اللي مرتبت على من مرتبتك قاعد يظلمك بهاي الفترة او ده يأثر عليك هو يفرض عليك حمله نفس الوقت يعني ده تحس انه مده تاخذ مقابل المجهود اللي موجود عندك الهسبب ده اشوف عندك انتقال اكو عندك انتقال سريع اكو عندك ترقية متأخر عليك صار لها فترة بالفترة جاية اكو ترقية لك اكو خبر حلو على الصعيد المادي البعض منكم ده اشوف اكو عرض عمل راح يجي ممكن راح يفكر انه يشتغل بشغلتين بالفترة الجاية برج العدرال بعض منكم بالعمل ده اشوف راح يبلش بشغل جديد وهو اردي عنده شغلة يعني مثل شغل حكومي وشغلة ثانية اهلية وراح تحاول انه اتوازن بين هاي العمليين هو هاي العمليين ده اشوفهم راح يسببوا لك انه راحة مادية مثل من وضعك المادي يعني راح يستقر وراح يتوازن ولكن انت راح شوية تتعب بهذا الشغل راح يصير عندك نوع من التعب وراح تلتهي فحتى الامور العاطفية ده اشوف انه من الفترة الحالية انت مو هلقد منطيها اهتمام زايد يعني اهتمامك اغلبة كان على موضوع معين ببالك او حتى ممكن يكون مشروع انت ده تحاول تشتغل عليه بالفترة الجاية وتريد تمشي به فاذا كان عندك مشروع مقرر انه تسوي ده اشوف الفترة هاي كلش حلوة وهذا المشروع راح ينجح وراح يسبب لك وفرة مالية المهم اكو مبلغ حلو راح يجيك بهاي الفترة مبلغ مالي هاي على الصعيد العملي على الصعيد العاطفي لبعض من عندكم ممكن يكون عانى من ازمة صحية وكان عنده يعني او اما هو سافر على مود ازمة صحية وتعافى من عندها كان مارب ازمة صحية وسافر للعلاج وهس ارجع متعافى منها او البعض منكم ممكن عنده ازمة صحية طبعا الوضع الصحي ممكن يشملك انت وممكن يكون طاقة شخص انت بمحيطك بس انت يعني شلون اه شاي الهمة بهاي الفترة فده اشوف احتمال يكون عندك سفر او انت منتظر سفر يخص علاج موضوع صحي موضوع ترفية حتى اذا كان يشمل ايضا يعني تاخد رس تستراحة تروح سياحة فترة تغير جوا وتنسى ضغط الشغل او حتى يعني نفسيتك تعبانة فتطلع تغير جوا ده اشوف عندك السفر بس اه السفر الاغلبية من عندكم يكون سفر غرض علاج غرض شفاء اه غرض زيارة احد ممكن يكون مريض طبعا السفر من تطلع الورقة مشرط يكون السفر خارج الدولة ممكن يكون يعني السفر من محافظة لمحافظة مثلا انت بمحافظة شخص ثاني بمحافظة ثانية فانت راح تروح تزور مريضة عندك زيارة مريضة بهاي الفترة ده اشوفها وبس هذا المريض راح يتعافى يعني او ممكن هو مريض وتعافى وانت راح تروح تزوره ده اشوف قلت لك انه تفكيرك بهاي الفترة هو اكو اختيار انت لازم تتخذه وهذا الاختيار او عندك اختيار لازم تتخذه عندك انطلاقة جديدة راح تكون وده تحاول تسيطر على اوضاعك بصورة عامة انت ده تحاول تكون مسيطر بهاي الفترة والسيطرة موجودة عندك ولكن خف شوية من الحد بالتعامل يعني احذر انه انت تجرح الناس بالكلام اللي موجودة حاليا بحياتك يعني حاول شوية تتعامل اللبنين والاوضاع لا تحاول تسيطر على كل الامور لان هذا الشي راح يسبب لك تعب جسدي وتعب نفسي وممكن حتى تخسر او تغلط بحق ناس هم مائل هم ذنب فطاقتك شوية ده اشوفها كلش نارية وكلش قوية بهاي الفترة ده اشوفك انت اساسا مستعيد قوتك وهذا الشي حلو بس لا تخلي يأثر على تعاملك والناس الوضع العاطفي البرج العذراء بهاي الفترة ده اشوف انه انت ماخد طاقة المجشن الساحر انت بالفترة الحالية هواي ناس قاعد تنجذب اليك وهواي ناس قاعد يعني عندك كارزمة معينة ده تحس انه يعني انت بالفترة الحالية عندك كل المقاومات اللي يتخلي اي انسان يتقرب من عندك وينعجب بيك بهاي الفترة ده اشوف اكو شخص كاتب مشاعر اتجاهك بهاي الفترة متردد انه يجي ويفصح لك عن هاي المشاعر هذا الشخص هو موجود حاليا بمحيطك بس انت انت نفسك ده اشوف بهاي الفترة عندك تناقض انت مبين للناس انه انت الانسان القوي اللي ما تهتم الاحد ما تهتم الفراغ ما تهتم الشخص ما معجبه بشخص ما تحب بس يعني انت مبين للناس طاقة المجشن بس حقيقتك بالداخل انت الكوين اوف كابس انت مليء بالمشاعر ومليء بالحمنية وطيب قلبك طيب بس انت ده تراوي الناس الوجه المو حقيقي يعني انت تعاملك بالفترة الحالية انت مثل اللي صاير عندك ازدواجية بالشخصية لان هوي طلعت له ايش ورقة انت ده تحاول انه تفصل بين الابيض والاسود تحاول داما توقف بالنص وقراراتك ده تحاول انه تتخذها تكون اه صارمة يعني فده اشوف عندك طاقة الجفاء شوية ممكن ويا الشخص هذا اللي معجب بك او حتى ويا الحبيب بس ان هسا ده اقرأها يقرأ يعني اغلبيتها ممكن تكون للعزاب فبداية راح احكي على العزاب ده اشوف انه هاي الطاقة عندك انت اكو شخص معجبي فعلا مشاعرك كلها اتجاهها كلك حب ومشاعر بس هذا الشخص من يجي يحكي انت تتعامل وياه بجدية وممكن ما تنطي يعني شون ام ما تنطي وجه من يجي يحكي وياك ما تبين لهاي المشاعر تبين لانه انت ما مهتم لأساسا رغم انه هذا الشخص الموجود انت معجب به وهو به كل المواصفات اللي انت تحبها ممكن يكون هذا الشخص برج السرطان عندي برج القوس برج الاسد ام برج العقرب موجود برج الدلو ايضا موجود هنا انا يمنى وبرج الحمل فاين كان البرج اللي تتعامل سواء كان هذا البرج او غير برج بس هي طاقتك النارية ممكن تكون هاي يعني ممكن تكون تتعامل وياه شخص طاقة النارية ممكن حمل ممكن قوس ممكن اسد لانه ايضا الطاقة النارية غالب عليك بهاي الفترة وعندك نوع من الغضب يعني اكو موضوع مسببلك هاي الطاقة طاقة الغضب طاقة الادوانية شوية وطاقة التسرع انت بطبعك برج ترابي المفروض انه تكون طاقتك طاقة ترابية مستقرة مو مثل الطاقة النارية فبالفترة الحالية ده اشوفك ماخذ الطاقة النارية الطابع الناري لا تستعجل هواية بقراراتك الناس اللي مرتبطين ده اشوف انه انت والحبيب بالفترة السابقة مريتو بمرحلة زعل صاير ببيناتكم زعل وهذا الشي خلاكم يعني شوية من عزلين واحد عن الثاني ممكن يكون الشريك كانت عنده مشاكل بالاسرة مشاكل عائلية فهذا الشي كان ماثر على علاقتكم ده اشوف انه هذا الحبيب من بعد ما كان صار له فترة مختفي وده يحاول يسيطر على مشاعره ويحاول ما يجيح شوياك راح يتخذ قرار هنا عندي برج الاسد برج الجوزاء برج الحمل موجود من بعد ما صدك او ممكن تكون انت صديته ده اشوف هذا الشخص راح يرجع يتواصل ياك مرة ثانية المرتبطين ده احتي يعني وبينهم زعل مونفصل لاحظوا الكلام اللي ده اقوله مون المنفصلين بعدين انك تقولي المرتبطين وبينهم سوء تفاهم او زعل ده اشوف اوضاعكم راح تكون في تحسن بالفترة الجاية هذا الشخص ده اشوفه راح يرجع ممكن يتجيب لك هدية ممكن يعتذر منك اكو حب بيناتكم متبادل البعض من عدكم هذا الشخص راح يفتحوا ياك موضوع زواج او انتو حاليا بفترة خطوبة او فترة زواج وكان صاير بينكم سوء فيهم بس ده اشوفوا الامور راح تتعدل بالفترة الجاية ببيناتكم لان هذا الشخص ده اشوف كان احتمال عنده اهتمامات تخص مثلا العمل او شي فكان شوية وضعه وياكم مو تمام اهتمامه شوية قليل لانه مركز على العمل بس ده اشوفه راح يرجع هذا الشخص مشاعر اتجاهك انه الشريك ده اشوفه هو بالفترة الحالية يتمنى انه ياخذك ويسافر تبتعدون عن كل الناس تعتبدون يعني المشاكل اللي موجودة بحياتكم خاصة ده كانت عندكم مشاكل عائلية فده اشوف هو يتمنى انه بالفترة الحالية ياخذكم ويسافر يطلعكم من هاي المشاكل ويعاوضكم عن كل الامور اللي مرت ببيناتكم بالفترة السابقة لان احتمال انتوا تكونون يعني مريتوا بهوائي مشاكل بعلاقتكم فهو يريد يرجع لاستقرار لهاي العلاقة يريد يوازن الامور ببيناتكم بالفترة الجاية فانت اساسا يعني التحدي اللي قدامك هو انه تتخذ قرار فده اشوف انه انت ده تفكر بالرجوع ده تفكر بهذا الشخص هواية بالفترة الحالية تريد هذا الشخص يرجع لك ده اشوف انه ذول الناس اللي قلت لكم مرتبطين وصير بينهم زعل او بالفترة السابقة شان اكو مال من ناحية الحبيب بالنسبة للمنفصلين ده اشوف انت ده تفكر هواية بموضوع الرجوع ممكن ده تفكر بالرجوع من شخص اه هذا الشخص ممكن يكون تركك وراح خطب او راح على موضوع زواج متزوج ممكن يكون هو شخص اساسا متزوج يعني فده تفكرون بيب هاي الفترة هواية ده يخطر على بالكم ده تتذكرون الاشياء اللي صارت بينكم وبينها ده تحسون بنوع من الظلم ده تحسون انه انتو ظالمين لهذا الشخص اه او العفو يعني الطاقة يمكن تكون عكسية فهذا الشخص ده اشوف هو اللي ده تحسون ظلم من ناحية يعني هو ظلمكم الها السبب انتو ده تدورون عن العدالة ده تدورون عن الحق بهاي الفترة تردون استرداد حق ده اشوف راح يجيكم خبر عن هذا الشخص اه بالنسبة للمنفصلين ويعني الطرف الثاني تركهم وراح اتزوج او دخل بخطوبة او بعلاقه بس علاقة زواج الاكسرية ده اشوف انه هذا الشخص ممكن يكون راح وتزوج صار لكم ستة شهر احتمال من فصلين اوسط اسابيع او حسب يعني ممكن يكون هو داخل حسب علاقة زواج يعني اللي رادي يخطب بهاي الفترة فدا اشوف انه اكو خبر راح تسمعونا راح يخليكم تستعدون التوازن والهدوء تحسون انه حقكم راجع وبكل الاحوال برج العدرى ده اشوف البعض من عدكم عنده بداية جديدة بعمل والبعض الثاني اكو بداية بعلاقة العلاقة هاي راح تكون علاقة مستقرة وبداية حلوة ده اشوف اكو شخص طاقة مائية ممكن يكون برج العقرب ممكن يكون برج الحوت برج السرطان هذا شخص ده اشوف راح يتخذ خطوة اتجاهكم خلال هذا الشهر من بعد ما تشون شوية متباطئ ومتردد انه هو يجي يحتي راح يجي هذا شخص يدخل بحياتكم وراح يغير لكم حياتكم ممكن البعض منكم يكون هذا الشخص يجي عن طريق يعني شلون يجيكم بموضوع زواج اول ما يحتيوا اياكم ما يطلب منكم علاقة البعض الثاني ممكن يكون علاقة هذا الشخص يجيكم ويخص موضوع علاقة وحب بس العلاقة بيناتكم بالمستقبل راح تكون جدية رغم انه انت بالبداية ما راح تقتنعون بها تماما اما بالنسبة للتحدي القدامه قلت لكم البعض منكم التحدي اللي قدامكم انه انتو تستعدون توازنكم وايه اصرعتكم نوع من الصبر والتفاؤل لازم تصبر بالفترة الحالية طاقة التسرع تركها وتأن البعض منكم ممكن يكون اكو شخص التحدي اللي قدامكم شخص من برج القوس لازم تخلو له حد او لازم انه انتو تكتشفون داخل هذا الشخص لازم تجمعون معلومات عن شخص من برج القوس موجود بحياتك يا برج العذراء التحدي اللي قدامك انه انت تظهر هذا الشخص على حقيقته لانه دا اشوف هذا الشخص من برج القوس ممكن يكون عنده نوع من التلاعب اذا شنت انتشاك بنوع من التلاعب فحاول تجمع معلومات بالفترة الجاية ان دا اشوفك اساسا راح تجمع معلومات عن هذا الشخص وتحاول تعرف انه هو هذا الشخص شنو نيته بعد ما تجمع المعلومات عن هذا الشخص راح تعرفاني شنو اقصد وراح تتأكد من هذا الشخص اذا كان هو فعلا متلاعب مثل ما انتشاك او هذا الشخص هو مو متلاعب مجرد هي شكوك ببالك فبكل الاحوال دا اشوف طاقتكم حلوة هاي الاسبوعين اكو تقدم اكو نجاح واكو عدكم عمل جديد الوضع المادي زين الصحي كل التوفيق لكم برج العذراء وان شاء الله التوقعات الحلوة كلها تتحقق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة